حربة الأول من وجهة نظري نيفايلة دي مش وجهة نظري حتى اللحظة في نادي الأهلي وهو أيضا رسل حربة رقم واحد في مصر أنا في المقصود أن أنا أهاجم كابتن ماروان على الإطلاق بالعكس الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون في مصلحة كابتن ماروان محصل لأن الحقيقة مهاجم عنده إمكانيات كبيرة جدا اللي بقصوده هو فكرة الفعالية في حاجات معانة على كابتن ماروان أنه هو يجاوب عنها لأنه أعتقد لو قدر يلاقي المساحة دي ويجاوب على علامات الاستفهام دي ماروان نفسه يبقى في حتة تانية خالص مع الأهلي ومع المنتخب بدجي لغاية النهاردة بتهيالي أن أغلب الجماهير متفقة عنه ما قدمش أوراية اعتماده للجمهور وللنادي على الرغم أنه شكلا كده يعني تحس أنه هو راس حربة متميز لكن أداء في الملعب بتهيالي لسه ما شفناش منه حاجة أجاي مش هظلمه لأنه هو مش مركزه مقدرش أنه أقول أنه أجاي يلعب مركز تسعة أو رقم تسعة بشكل مية في المية وبالتالي الحكم عليه مش هيكون منصف على الإطلاق لكن دي يمكن تكون الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الأهلي خصوصا أنه احنا مقبلين على ماتشاط مهمة جدا بطولة أفريقيا بالنمرة تسعة دي مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي مبارح لما كلمت مع حضرتكم اللجوان سواء الأسس اللي عمله أيمان أشرف أو الكرة اللي جابها محمد هاني عالمي جون عالمي بكل المقاييس بنكلم على باكين الكرة بتاع تعالي معلول باك فين هم الأهلي يعني عندنا نجوم كتير جدا ومنحبهم جدا وعايزينهم أحسن ناس في الدنيا لكن بص الأرقام الأهداء أو الهدفين بتاع النادي الأهلي النهاردة حتى يكون لهم خط نص وبكات يعني ممكن يكون كابتن حسين الشحات داخل تهالي بخمس جوال في المركز الثاني بعد وليد سليمان لكن طبق الجزئية دي مهمة جدا ونتمنى أنه وطبعا كابتن ريني فايلر شغال عليها وعلمة الاستفهام دي موجودة في دماغه وهيشتغل عليها طول الفترة اللي جاي حمدي فاتحي مبارح الحقيقة بيقول أنه حجم الثقة اللي بيتمتع بيها اللعيب ده عند ريني فايلر كبير جدا أنه يرجعه في ماتش بعد إصابة وابتعاد زي ماتش أمبي وأنه الولد ينزل ويكون ليه بصمة خدوا بالحضراتكم فيه تغييرات بتحصل ما بنحسش بيها احنا كجمهور يعني ممكن نحس بتغيير نزل الملعب ما حسيتش أنه حصل فرق في الملعب لكن مبارح الولد نزل حقيقة قدر أنه بيعمل شغل بشكل كبير جدا على كل أحوال هنتابع المطشوات اللي جاية وهنقف ومهم جدا زي ما بنقول إن إحنا كويسين في الحاجات دي مهم جدا ناخد بالنا من النقطة التانية اللي ممكن تكون محتاجة تزيد شوية عندنا وكله في النهاية في حب الكيان نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة